إلى تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا حيث أكد رئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن قوات بلاده استعادت مدينة إيزيوم الاستراتيجية من السيطرة الروسية في إطار هجوم مضاد واسع النطاق في الشرق الأوكراني في سياق ذاته قالت وزارة الدفاع البريطانية إن موسكو أمرت على الأرجح بسحب قواتها من منطقة خاركيف بالكامل مشيرة إلى أن النجاحات الأوكرانية السريعة لها تداعيات كبيرة على المخطط الكامل للعمليات الروسية أحكمت القوات الأوكرانية قبضتها على حوالي 3000 كم مربع شرقي البلاد في إطار عملياتها واسعة النطاق قبضة أنهكها القتال مع الروس لستة أيام متتالية وكان من نتاجها انتزاع بلاكليا وكوبينيانسك وآخرها إيزيوم الاستراتيجية في أقل من أسبوع تزامنا مع مرور مئة يوم على بدء الغزو الروسي حررت قواتنا المئات من مدننا وبلداتنا ومؤخرا بلاكليا وإيزيوم وكوبينيانسك وهي كانت قد دافعت سابقا على ماريوبول وأزوفستال أتوجه لهم بالتحية والشكر على جهودهم هذا التقدم يشكل ضربة لوجستية قوية لموسكو وفقا لوزارة الدفاع البريطانية إذ تعتمد القوات الروسية على سكك الحديد في المناطق الواقعة الشرقية خاركيف من أجل نقل المؤني والعتاد بريطانيا قالت أيضا أن روسيا أمرت بصحب قوتها من منطقة خاركيف بالكامل موسكو على الطرف الآخر لم تقدم تصريحات واضحة بالخصوص واكتفت بعرض خرائط أظهرت تراجعا للوجود الروسي في المنطقة وبينما تحتفل كييف بانتصارها تتلقى ضربة تشول الكهرباء كليا في منطقتين خاركيف ودونتسك وجزئيا في زاباروجيا ودينيبرو بيتروفيسك وسومي يقول زيلنسكي إن مصدرها روسيا التحول الميداني الأخير على خطوط القتال كانت له حواف زجلية فشتاء أوروبا القارس قد يكون أقصى على كييف من أي وقت مضى في ظل التوقعات بتضاءل دعم الغرب المقدم لأوكرانيا مع انغماسه في أزمة الطاقة وتطوراتها الأخيرة من جهته قال الكريملين إن روسيا ستحقق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في أول تعليق من الكريملين على التقدم الكبير الذي حققه الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف وفي مؤتمر صحفي عبر الهاتف قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنه لا توجد مناقشات جارية حول إمكانية نزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية وهي إحدى التوصيات الرئيسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتها للمحطة في المقابل تعهد البيت الأبيض بمواصلة دعمه لأوكرانيا حيث يستعيد الجيش والأوكراني الأراضي التي استولت عليها روسيا وقالت كارين جان بيير السكرتيرا الصحفية للبيت الأبيض للصحفيين أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى بوستن إنه من الواضح أن القوات الأوكرانية تقاتل بضراوة لاستعادة الأراضي وأضافت أيضا أن واشنطن ستستمر في دعم أوكرانيا التي تواصل الدفاع عن ديمقراطيتها في مواجهة العدوان الروسي على حد وصفها وللمزيد ينضم إلي من كييف مراسلنا محمد الزاوي ومن موسكو محمد حسن أبدأ معك محمد في كييف تقدم مستمر للجيش الأوكراني نشهده خلال الأيام القليلة الماضية هل تشير كل هذه القراءات على المستوى العسكري إلى قرب السيطرة على خاركيف كلها قريبا وهل سيمتد أيضا هذا الانتصار الدفاعي كما يقول المحللون العسكريون إلى مناطق أخرى في أوكرانيا نعم زاهر يبدو أنه قد بدنا قاب قوسين أو أدنى من سيطرة الجيش الأوكراني على جميع منطقة خاركيف الشرق البلاد خاصة في ذل التطورات الأخيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تقول هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنه تم إعادة السيطرة على نحو 20 بلدة جديدة لتضاف إلى قائمة 30 بلدة إضافة إلى المدن الرئيسية مدينة بالاكليا وكذلك كوبيانسك وكذلك مدينة إزيوم الاستراتيجية لحد الساعة وفق البيانات المسائية للقوات الأوكرانية تتم عملية تمشيط في هذه المدينة التي دخلتها القوات الأوكرانية التطورات تبدو متسارعة إذا تحدثنا في ساعات سابقة بأن الجيش الأوكراني بات على بعد 50 كم من الحدود الدولية مع روسيا هناك تأكيدات مسائية أنه فعليا الآن القوات الأوكرانية قد وصلت إلى الحدود الدولية في الجهة الشمالية الشرقية مع روسيا من جهة منطقة خاركيف طبعا الأحداث صارت ليس متعلقة فقط بمنطقة خاركيف والتسارعات التي تجري بها على ممر الساعة خاصة بعد انسحاب أو فرار كما يحلو للجانب الأوكراني وصف الانسحاب الروسي من بلدات ومدن مقاطعة خاركيف باتجاه الأراضي الروسية أو باتجاه الأراضي التي تسيطر عليها في منطقة لوهانس يبدو أن الهجوم الأوكراني الهجوم المضاد لم يتركز فقط على خاركيف الآن تتحدث القيادة العسكرية في الجنوب عن تحرير مساحة 500 كم على مدار الأسبوعين الماضيين في المنطقة الجنوبية هناك تأكيد مساء اليوم من متحدث عسكري عن تحرير أربع بلدات في مقاطعة خرسون بالإضافة إلى ثلاث بلدات في مقاطعة دونيس نعم محمد في موسكو هذا التقدم الذي تتحدث عنه القوات الروسية على محور خاركيف ومحاور أخرى كيف يتردد صدا في موسكو؟ هل من تصريحات أيضا تتعلق بكل الدعوات التي وجهت مؤخرا لموسكو للجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى في مواجهة كيف؟ نعم فيما يخص تراجع أو انسحاب أو اندحار كل هذه المواصفات تطلق على ما حصل في خاركيف في الأيام القليلة الماضية هناك وجهتين نظر وجهة النظر الرسمية التي ظهرت على بيان وزارة الدفاع الروسية التي قالت بأن القوات الروسية وقوات دونيسك ولوغانسك انسحبت من خاركيف لتعزيز محور دونيسك وأثناء الانسحاب قامت بالقضاء على آلاف المجندين الأوكرانيين هذه وجهة النظر الرسمية وجهة النظر غير الرسمية على مستوى المحللين العسكريين والمتابعين لهذا الشأن وحتى في وسط الشارع الروسي الأراء متفاوتة بين وصف ما حصل بالتراجع التكتيكي أو الهزيمة والخسارة والفرار كل هذه الأوصاف موجودة الآن في الشارع الروسي جدل كبير فعلا في هذه الأيام ما الذي حصل تحديدا في خاركيف إشارة استفهام كبيرة بالنسبة لعدد كبير من عامة الشعب والمحللين وجدل كبير موجود ولكن وزارة الدفاع لديها الرواية الرسمية والتي لم يصدق بها عدد كبير من المواطنين الروس فيما يخص الشق الثاني من السؤال لو تفضلت نعم شكرا جزيلا لك محمد حسن من موسكو وأشكر كذلك مراسلنا محمد الزاوي حدثنا من كيد